نيجي بقى للكلام اللي بنتكلموا عنه الحقيقة ممكن الكلام ده مش جديد على موضوع حرب عالمية تالتة من وقت ما حصلت الحرب الروسية على أوكرانيا والحديث بدأ يتزايد عن موضوع حرب عالمية تالتة والحقيقة ان الوصائق السرية المصربة بتكشف خطة بوتن لشان حرب عالمية تالتة وبيقولوا ان الحرب دي ممكن تكون خلال 20-25 العام الجاي في مثل هذه الفترة تقريبا قبل عامين عاش العالم أرق حدوث حرب عالمية ثالثة مع شن روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا لم تتوقف معاركها منذ ذلك الحين ولكن الهج سعاد مع نشر صحيفة بيلد الألمانية وثيقة مسربة بأن طبولها ستقرع في 2025 بل إنها نشرت سيناريو للاعها بالتدريج بدءا من فبراير القادم وفق ما خطط لها بوتن باختصار الدب الروسي سيحشد في كالينينجراد أما الناتو فسينقل قوته إلى أوروبا الشرقية وبغض نظر عن تفاصيلها وتأهب ألمانيا للأسوأ فإن كوابيسها تراود الكثير بالأخص أن السويد التي آثرت السلام دوما منذ حروب نابليون ولم تكن لا في الحرب العالمية الأولى ولا الثانية أنذرت شعبها على لسان مسؤوليها بأن حربا ما قد تحدث وسرعان ما سخرت روسيا من تلك التصريحات لدينا أحيانا انتباع بأن بعض الجنود والصحفيين السويديين ربما يحلمون بالحرب تخرج نظر الحرب العالمية الثالثة أحيانا من أوروبا وتارة من الشرق الأوسط وقد تتسع لتضع الصين في مواجهة أمريكا وفي مثلث الحروب هذا وكثرة النزاعات المسلحة يبدو أن من لديه فرصة وأموال يفكر في حماية نفسه وعائلته تماما كما فعل مارك زوكربيرغ وبنى مخبأا سريا محصنا في خضم المحيط الهدئ عند هواي وقد يحذو حذوه المرشح لتريليونية إيلون ماسك الذي يفكر أبعد من حدود الأرض ويخطط رحيات في المريخ وبين كل تلك التكهنات ينتهز ترامب الفرصة دائما هذه المرة مطمئنا ومستعرضا سأقوم بإمكاني العرب 3 سأقوم بإمكاني العرب 3 إسراء الصغير العربية طبعا يعني كانت قيل برضو إن إحنا خلال السنة دي هيبقى فيه كده بعض التوقعات وإنه هيكون برضو يمكن لروسيا استخدام الانتخابات الرئيسية الأمريكية فرصة لتأجيج عمل الشهب والصراعات الحدودية وهو الأمر الذي قد يصفل عن سقوط العديد من القتلى وتوقعت بعض الوسائق أن تتهم روسيا الحلفاء الغربيين بالتخطيط للتحركات ضد نظام بوتن والكلام ده ممكن يحصل في يناير عام 2025 بعد اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودي الاتهامات اللي ممكن يستخدمها الرئيس الروسي الحجد قوات في دول البلطيكة وبلاروسيا بحلول مارس 2025 يعني توقعات كلها أنه هيبقى فيه تمهيد هذا العام إلى أن يتم هذا الأمر بالنسبة للحرب العالمية 2025 وزي ما التقرير قال ترامب طبعا أعلن أكتر من مرة أنه نحن على حافة عرب عالمية تالتة وبإمكاني منعها والحلف شمال الأطلسية قال أنه هيبدأ في الثاني والعشرين من الشهر الجاري أكبر منورة منذ عقود تحت اسم المدافع الصامد 2024 وأن الهدف من هذه المناورات إظهار أن الحلف قادر على الدفاع عن كافة أراضي يأتي ذلك بينما حذر وزير الدفاع الألماني من احتمال شن روسيا هجوم على الحلف في أقل من عشر سنوات يعني التوتر جامد جدا جدا والحقيقة أنه بدأ بقى برضو تقارير تقولك لو اندلعت الحرب العالمية التالتة يا ترى هي إيه الدول اللي ممكن الأكتر أمانا للجوء إليها والتقرير اللي بيتكلم بقى عن مين الدول دي اللي ممكن هل معنا التقرير 51 إن الدول دي بقى إن إحنا بدأت الفكرة بقى ويا ترى إيه هي الدول اللي ممكن الناس تلجأ لها وزي ما شفتوا برضو مارك زوكوربيرج وإيلون ماسك عاملين استعداداتهم وبالتالي بدأنا نتكلم طبعا عن إنه إزاي هيجهزوا وإن فيه مناطق محصنة تحت الأرض من النووي لأنه ممكن يكون فيه نووي أو أماكن معينة وقال لك فيه إيه بقى الدول الأكثر الأكثر أمانا في حال اندلعت الحرب العالمية التالتة الكرة القطبية هي الوجهة الأولى وبدأ طبعا كلام كتير قوي يا جماعة أنا برضو مش عايزة أقلقكم لكن التقرير دي كلها بدأت يعني تطلع من ليها كده كام يوم واتكلموا عن إنه طبعا في بعض الأماكن اللي ليها موقع جغرافي متميز وبالتالي إنه يقدروا يعملوا فيها زي ما قلنا يعني أماكن يقدروا يحتموا فيها الأرجنتين برضو أماكن آمن لوفرة المحاصيل الزراعية لأنه كله بيتكلم على إنك أنت النهاردة لو الحرب العالمية التالتة هيبقى فيها النووي البوتان حاجات برضو غريبة كده مش سمعين عنها لكن كل دا تكلموا على إن دي الأماكن اللي يقدروا يعملوا فيها يعني يقدروا ينشئوا فيها أماكن فيها تحصين ضد النووي بمواد معينة تتعامل من نوع من أنواع المعدن المعينة وتشيلي برضو أهو وأنه يقدروا أن هم يحفظوا برضو مواد غذائية علشان تكفي لإحتياجات هنا برضو إحنا بنتكلم عن أمور بنتمنى ونصلي أن ما تحصلش طبعا في وقتنا هذا يا رب إن شاء الله